دكتور يعني في البداية أنا بشفق على كل الأباء والأمهات شكرا بصدر يعني والله يعني فعلا موضوع صعب جدا للأسف كل حاجة حوالينا دلوقتي فيها شوية طاقة سلبية إزاي نقدر نتخطى ده إزاي نقدر نفكر بطريقة إيجابية وكمان ننقل الطاقة الإيجابية دي لولدنا سوفي حضرتك طبعا التاقة السلبية مرفوضة يعني إحنا كلنا أمل في ربنا سبحانه وتعالى كلنا أمل في إرادتنا وطاقتنا وقوتنا وقدام إرادة الإنسان دايما ما فيش مستحيل وربنا سبحانه وتعالى تكرم الإنسان لأنه هو الكائن الوحيد اللي نفخ فيه من روحه يعني كلنا فينا جزء من الطاقة الإلهية وبالتاني الإنسان إذا أخلص وإذا التزم وإذا تحدى وإذا استدعى كل طاقته ما بيبقاش قدامه مستحيل لكن عارفة ضغطات الحياة شوية مع الأب والأم دايما عارفة الشغل والحاجات دي بتبقى شوية مخالياهم خلييني أقول مش طاقة سلبية لكن خلييني أقول عندهم كده تنست شوية فازاي ينقلوا طاقة إيجابية لولادهم شوفي مش الأب والأم بس الأب والأم والأولاد والأصحاب وكلنا والأستاذة والمسؤولين كلنا شركاء فيه والإعلمين الجمال اللي زي حضراتكم كده كلنا شركاء فيه عملية التنمية دايما بنقول إن إحنا محتاجين حاجتين أول حاجة ترتيب أولوياتنا وضوح الهدف قدامنا تاني حاجة بزل الجهد ونعمل اللي علينا ونسيب الباقي على ربنا ترتيب أولوياتنا ده شيء مهم قوي كل واحدنا لازم تفكره عايز إيه في الحقيقة طموح ساعات بيبقى مدعم جدا إذا كان طموح معتدل ومتزن وفي إطاره الطبيعي وساعات بيكون مدمر إذا افترس طاقة الإنسان وقدراته طب إزاي يبقى متزن وزاي نبعد عن التدمير دايما بنقول خلي طموحنا أعلى من قدراتنا خطوة بس لأن لو طموحنا أعلى من قدراتنا بكتير إحباطاتنا هتبقى متتالية لكن لو طموحنا أعلى من قدراتنا خطوة معناها أنه إحنا هنجيب كل اللي عندنا ونبذل كل طاقتنا عشان نجيب الخطوة ده أول ما نجيبها لازم نقف ونستمتع وندعم نفسنا عشان نحط خطوة تانية لأنه لو طموحنا في مستوى قدراتنا مش هنضيف لنفسنا حاجة إحنا عادي طب لو أقل من قدراتنا ودي الكارثة بقى أنه إحنا بنضيع فرص كتير قوي ونضيع تقاط كتير قوي ساعات بنضيع جزء كبير جدا من طموحنا لأن ما انتبهناش لترتيب الأولويات ما احترمناش قيمة الوقت ما احترمناش قيمة المتغيرات اللي حوالينا فهنا بنقول كمان دور الأب والأم مش إنهم يحققوا طموح ولادهم لا إنهم يساعدوا ولادهم على إن هما يبنوا طموحاتهم ويحققوا طموحنا كلنا مع بعض طموحي مع ولادي إن أنا أشوفهم في أفضل حال وإنه يكونوا أحسن وإنه يكون مستقبلهم أفضل ده أنا بفضل عشانه مجهود لأن ده طموحي أنا لكن لازم أربي في ولادي طموح لهم هما لمستقبلهم هما شايفينه إزاي يعني حتى دايما أنا كنت أقول غمض عينك وبست نفسك بعد عشر سنين أنت عايز تبقى فين؟ أنت عايز تبقى إزاي؟ طب شوفت نفسك في الحتة اللي أنت بتحبها طب شوف بقى الطريق اللي هيوصلك وإبذل الجهد والجهد هنا سكتين جهد ذهني لازم أفكر كويس قوي وجهد بدني لازم أبذل الجهد والمجهود اللي هيخليني أحقق الحلم اللي أنا أحلم بي وما فيش حاجة بالسهل يعني مسألة السهولة مش مطروحة ولكن لازم نبذل مجهود بس لازم نستمتع عشان نشحن الطاقة مرة تانية لأنها الحياة مش سبق مستمر أنا لازم لما وصل لنقطة أقف واستمتع وعيش واتبسط عشان أقدر أحط طاقة أكمل لنقطة تانية إن أنا لازم أحس بالإنجاز اللي أنا عملته طبعا مش اللي هو عديه وادخل على اللي بعده لا لازم أدي النفسي مهلة لأنه الاستمتاع ده هو بيديك الرصيد بتشحن طاقة جديدة عشان تكمل الخطوة اللي بعدها ولما تقف عند الخطوة اللي بعدها وتوصل لها أقف واستمتع وعيش أسألك سؤالي يا دكتور هل أقف وسقف لنفسي إن أنا أريد توصل للإنجاز ده لازم لازم تسقف لنفسي هسقف لنفسي وحسب نفسي لتنمع بعض يعني دايما بنحسبها هو أنا حققت إيه هو أنا كنت أقدر أعمل أكتر من كده هو أنا راضي عن نفسي طب لو أنا مش راضي عن نفسي مش عودة عاية لا أنا هشوف إيه هي نقاط الضعف ودعمها واشوف إيه هي نقاط القوة وحاول إن أنا أسيطر بيها على نقاط الضعف اللي موجودة عندي لأنه لازم نحاسب أنفسنا ترجمة نانسي قنقر